الاتفاقية تتكلم على 20 كم في محيط ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 سنة وإقامة قاعدة عسكرية هناك مقابل الاعتراف بجمهورية أرض الصومال وحصولها على حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية طبعا حصل رفض تام لهذه الاتفاقية عندما ظهرت الصومال اتهمت الحكومة الإثيوبية بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها استدعت سفرها في أديس أبابا للتشاور بينما أعلنت الخارجية الإثيوبية أن وصول أديس أبابا للبحر الأحمر أمر استراتيجي ولن يثنيها أي شيء عن تحقيق الولايات المتحدة أكدت ضرورة احترام سيادة الصومال على أراضيه كما أصدر الاتحاد الأوروبي موقفا مماثلا شدد فيه على أن احترام سيادة الصومال هو مفتاح السلام في القرن الإفريقي قبل ما نتكلم على ما قاله الرئيس والرئيس الصومالي في المؤتمر صحفي نرجع للخريطة تاني عشان أشرح لكم لماذا تسعى إثيوبيا خلال منذ ثلاث عقود للحصول على منفذ على البحر إثيوبيا يعني بعد ما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر بعد استقلال إيراتريا زي ما أنت شايفين إيراتريا هي فوق أسمارة شمال إثيوبيا استقلت إيراتريا سنة 93 بعد حرب طويلة وكانت إثيوبيا بتتمتع بحق الوصول إلى ميناء عصب الإيراتري لكنها فقدت هذا الحق خلال الحرب اللي دارت بين أديس أبابا وبين أسمارة ما بين 98 و2000 إذن وبالتالي أصبحت إثيوبيا تعتمد في صدراتها وواردتها على ميناء جيبوتي ومن هنا كانت بقالها ثلاث عقود تحاول إثيوبيا الحصول على أو الوصول إلى البحر وأن يكون لها منفذ على خليج عدن إثيوبيا رفضت بيان جامعة الدول العربية ووزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية قال على حساب الرسمي على تويتر أو أكس إثيوبيا ترفض رفضا باتا أو تاما بيان جامعة الدول العربية وتعتبر تدخل في أشؤون الداخلية وفي سيادة